طبعاً بالنسبة للأنزمة السادات أنا عندي مقدمات تبتدي من أول 10% وتصل إلى 8 سنين طبعاً بأنزمة مختلفة بحيث برضو إحنا نشوف إيه هو اللي يقدر أنه يكون بناسب العميل اللي يكون بتوجه للشراكة ما في النجاح بالنسبة للمساحات طبعاً عندي طبعاً مساحات مختلفة من تبتدي مثلاً من أول 61 متر عندي 65 متر عندي 70 متر عندنا 81 متر عندنا 100 متر عندنا 110 متر عندنا دوبليكس من أول 230 متر عندنا بتصل لحد 25 أو 40 متر فقدرنا أن نحن نكون بنوفر للعميل أكتر من شكل يكون بينزبه كل طبعاً المساحات بكل حاجة طبعاً معمولة بتكنية قوية جداً معمولة بشكل متميز من جهة استخدامها كاستثمار أو أننا النهاردة أكون باستخدمها كايندي يوزر أنا أكون أننا موجود فيها فطبعاً كلها بالنسبة لأنزمة السادات بالنسبة للمساحات بالنسبة طبعاً برضو إلا أنا طبعاً نقطة قوة قوية جداً طبعاً بصراحة البشمواندس جيرجس دي كانت من آخر الإضافات اللي احنا كان بيدفها لتميز جورة في الفيزيك جديدة هي زافرست جروب أننا النهاردة يكون عندي النهاردة إدارة من أقوى الإدارات على مستوى العالم فده طبعاً حاجة تدي قوة ومصدقية أكوى بكتير جداً للعميل وطبعاً تساعده على اتخاذ الإجراء أو الخطوة لشراء وحدة فندقية طبعاً بطريقة أسرع وأكوى فده طبعاً دي كلها حاجات بتدمن للعميل فرص استثمار وتدمن له كمان بتشاركه مع العميل فكرة الإيجار فكرة أنه هو يعمل تفويد بالإيجار للشركة أنه هو عايز يأجر الوحدة على مدار السنة أو في وقت معين من السنة ده متاح أكيد نحن النهاردة بنقدر بنقول للعميل اللي جاي بكل أمانة وكل مصدقية وطبعاً يعني زي ما كنا بنقولها برضو بالورقة والألم اللي هو بالنسبة للعميل اختار نظام استثمارك يعني اختار نظام استثماري طبعاً أنه النهاردة أي عميل بيشتري حاجة سواء هو مستخدم أو سواء هو مستثمر هو عنده احتياجات لاستثماره أو عنده احتياجات لسكنه إزاي؟ يعني أنه النهاردة أنا مترجط أنه أكون بستثمر المبلغ المادي اللي معايا ده في أنه أكون بعمل ريسيل لوحدة بعد فترة في السايكل هي عبارة عن سايكل من بدايتنا لطرح مشروع جديد لحد ما نبتدي لنحن نمشي في خطوات الإنشاء ليه لحد ما نبتدي لنحن نسلم المشروع دي طبعاً كلها سايكل بيبتدي أن العميل بيكون بيمشيها مع الشركة كل خطوة فيها فيها فرصة نجاح وفيها يعني ربح أقوى فطبعاً بالنسبة للأسعار وبالنسبة للمساحات وبالنسبة للحاجات دي كلها طبعاً إخلاص بالنسبة وضحناها نسبة طبعاً للإيجار اللي هو النهاردة إزاي أنا مثلاً بقى حابب أن أكون بستخدم وحدتي في أوقات معينة فبعض اللي أنا أكون طبعاً برجع لشركة الإدارة من جهة اللي أنا أكون بطلب منها أن أنا حابب أن أستخدم وحدتي في شهر خمسة في شهر ستة وبقيت الوقت أكون مستفيد بالإيجار فيها لا أنا حابب أن أكون بأجرها كديوز أو بأجرها للأجانب الموجودين في مصر من جهة الأجازات فطبعاً هو بيقدر يختار نوع استثماره بيقدر يشوف أنا حابب أكون بستفيد من الواحدة دي إزاي ترجمة نانسي قنقر